اعلنت الشرطة مقتل المدعي العام شودري ذو الفقار الذي يتولى التحقيق بخصوص اختيال رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بنازير بوتو في قضية وضع بشأنها الرئيس السابق برويز مشرف قيد الاقامة الجبرية في عملية اطلاق نار في اسلام اباد ذو الفقار كان يقود سيارته حين اطلقت عليه رصاصات من قبل اشخاص على دراجة نارية في احد شوارع العاصمة الباكستانية ما ادى الى اصابة حارسه الشخصي ومقتل امرأة من المار وكان ذو الفقار متوجه الى جلسة جديدة في محكمة مكافحة الارهاب في مدينة الروالبندي مخصصة لقضية اختيال بنازير بوتو في العام 2007 موسيقى